تمكنت فرنسا خلال الفترة الآخرة من تحقيق قفزة كبيرة في مبيعات أسلحتها والتي تنافس بها في سوق تسيطر عليه أمريكا ولاعبون آخرون مثل روسيا والصين الأسلحة الفرنسية اكتسبت سمعة جيدة بحسب خبراء التسلح طبعا ومن أبرز الأسلحة الفرنسية الطائرة المقاتلة رفال التي أصبحت مصر أول مستورد لها في العالم عام 2015 ثم ارتفعت مبيعاتها بعد ذلك بصورة كبيرة وتنتمي هذه الطائرة الفرنسية للجيل الرابع من المقاتلات وتستطيع أن تتخفى من الرادارات وتعقب أربعين هدفا في وقت واحد والاشتباك مع ثمانية أهداف في نفس الوقت فرنسا أيضا تنافس في تصنيع القطع البحرية أبرزها حاملة المروحيات مسترال التي يبلغ طولها 200 متر وتستطيع الإبحار بسرعة 15 ألف عقدة في الساعة المسترال تستطيع أن تحمل إلى حد 20 مروحية أو 35 مركبة مدرعة كما تضم مستشفى عسكريا ومن القطع البحرية أيضا الفرنسية الفرقاطة فريم التي يصل طولها إلى 142 مترا وتبحر بسرعة 27 عقدة في الساعة الفرقاطة تمتلك مهبطا لمروحية وتضم صواريخ متطورة مضادة للسفن وتربيدات مضادة للغواصات فرنسا نجحت أيضا في تسويق الفرقاطة المصغرة جويند 2500 أو ما تسمى بالكورفيت جويند ويبلغ طول الكورفيت 102 متر ويحمل صواريخ وتربطات وأسلحة رشاشة متطورة أما في مجال الأسلحة البرية الفرنسية فتبرز الدبابة لوكلير التي تستطيع حملة 40 قذيفة وتملك مدفعا خارقا للدروع يعمل أوتوماتيكيا بالكهرباء لكن يوجه للدبابة انتقادات على مستوى التدريع حيث يوفر درع الدبابة حماية بين 300 إلى 1000 مليمتر من الصلب فتعتبر بذلك من أقل الدبابات الغربية في مستوى الحمايح